ايه موضوع ان جوزك وقفلك الشارع كله عشان بيغير عليك ايه موضوع الشارع اللي اتقفل ده ما فهمتهوش انا شرحيلي لا هو مرة كنا في مشوار يعني بالعربية ورجعين في حد دايقني او عاكز بطريقة ما عجبتهوش فعايز اقولك في منطقة فاضية جدا وتعتبر منطقة مقابر يعني دي كانت مخيفة جدا نعم وقف العربية بالعرض ونزل وكان هيعمل كرسة له لان انا قلت له خلاص يعني احنا انا خفت من المنطقة سيسا ان يحصل لي او يحصل له حاجة وكده فهو قال لي لا يعني هو ما بيقبلش ده ان حد دي يتعدى اه جدا الغيرة دي بقى مسببلك مشاكل ولا عادي متعاشة معيها عشان ابقى صريحة اكيد بيحصل مشاكل يعني الغيرة شيء جميل الغيرة شيء جميل ان الراجل غير على الانسة اللي مرتبط بيها او على الستة اللي مرتبطة باسمه ده شيء جميل بس انا دايما بقول كل حاجة معتدلة بتبقى حلوة لما بتزيد عن حدها بتسبب مشاكل فهو الغيرة شيء جميل بس انت يقدرش تحكمي تغيري علي كتير او تغيري علي انا معرفش بس عشان مهنتنا كمان انت في مهنة صعبة ومهنة كلها مرتبطة بعلاقاتك بالاخرين والتواجد وانك تكوني موجودة هنا وموجودة هنا فلما بيبقى فيه جراء اوفر شوية ممكن توقف يعني ليش توقف او تحسي ان بعض المشاكل بس بترجع تاني تفك بتتعاملي مع الموضوع بتتعاملي مع الموضوع شوية كده وشوية كده والحياة بتمشي ان شاء الله الحياة دايما بتمشي بس وبصي معروف ان الزوج او الرجل اللي ما بيكون معي سيدة جميلة زي حضرتك حبيبت انت اجمل فاديله عزره زي ما بيقولوا معي عزره